في نقطة وده خبر مهم يمكن منذ لحظات لسه دلوقتي جايالي من المغرب قال السويسري جياني امفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا هيكون موجود في مباراة الاهلي وريال مدريد بإذن الله في المغرب يوم الاربع اللي جاي رئيس الاتحاد الدولي يمكن بلغ واختر الاتحاد المغربي لقرأة القدم وكان في اتصال هاتفي مع فوزي لاججع رئيس الجامعة الملكية بلغوا انه هيكون موجود وحيحضر مبارتين نصف النهائي وكمان هيكون مستمر حتى المباراة النهائية ومباراة الختام يوم السبت المقبل دي لعطات النهاردة للفريق في الرباط كلنا عارفين الفترة الأخيرة الآن كان موجود في طنجة لكن خلاص الفريق رجع بقى وبقى موجود في الرباط وبيستعد لمباراة الريال النهاردة كان أول تدريب وتدريب على الملعب الفرعي لملاعب الجامعة الملكية المغربية دي الملعب المخصصة للمنتخبات الوطنية في المغرب والنهاردة كان أول تدريب في الملعب الفرعي للجامعة الملكية المغربية طبعا في مسألة بقى الإجهاد العضلي الإجهاد البدني رحلة الصفر طبعا رحلة الصفر كانت بالحافلة وبالأوتوبيس يمكن الفيفا كان عرض أن الفريق يسافر عن طريق القطار يمكن قطار البراك هناك في المغرب من القطارات الحديثة والسريعة يمكن رحلة الصفر ما تستهرقش ساعة لكن مرس الكولر فضل أن الفريق يسافر في الحافلة في الأوتوبيس زي ما هو متعود دايما لما بيجي يسافر مثلا من القاهرة الأسكندرية بيسافر بنفس الإطار قدامنا على شاشة كابتن سامير عدلي العميد علاء صلاح المنصق الأمني وانبارح الكابتن سامير عدلي على فكرة يمكن سبق البعثة ووصل الرباط قبل وصول البعثة بحوالي 6 ساعات عشان مجرد ما تيجي البعثة للرباط تجد كل الوسائل الممكنة للدخول بسرعة لغرف الفندق عشان ما يكونش فيه وقت أو ما يكونش فيه إجهاد واللعابة بسرعة تروح للقوض عشان تنام وتستعد لليوم التالي الاجتماع الفني المطش الأهلي وريال مدريد هيقام إن شاء الله بكرة الساعة 5 زي دلوقتي هيكون في قاة المؤتمرات في استاد مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط وده الاستاد اللي هيصديف مباراة الأهلي وريال مدريد الاجتماع الفني بحضور المهندس خالد مرتجي أمين السندوق ورئيس والمنصق العام للباسة كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والطاقم الإداري للباسة اللي بيضم كابتن سامير عدلي وجمال قبر مدير الإعلام وعلى صلاح المنصق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والترخيص وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماير عبدالعزيز إداري الفريق يمكن الفرقتين الأهلي والريال مع مسؤول اللجنة المنظمة في الفيفا وطاقم تحكيم المباراة وكنا نعرف بقى طبعا فكرة الأهلي هيرتاتي طبعا إزاي الأساسي ليه بكرة المباراة هو طبعا الأهلي صاحب الملعب فيه يرتاتي إزاي الأساسي الشورط الأحمر غالبا يعني طبعا نستنى للاجتماع بكرة بس غالبا الأهلي ممكن يغير الشورط أو الريال لا غير الشورط لأن الريال بيلبس أبيض فبيض فممكن الريال يغير الشرط الأهلي دايما الشرط بتعبه بأبيض فالأهلي هو صاحب المباراة هل يتنازل عن الشرط ويلبس الأسود مع التي شيرت الأحمر ده هنشوفه بكرة إن شاء الله بعد نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد كمان اللجنة المنظمة هتعرض على وفد الناديين كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة والنهاردة بحثة الريال هتصل إلى المغرب استعداداً لمباراة يوم الأربع اللي جاي الريال كان بيلا من بارح مباراة مع الريال مايرقا في ختم الدور الأسباني وخسر بهدف مقابل لاشيء اون جول يعني هدف في مرمى أحرزه ناتشو لكن طبعاً مواجهة الريال مع الأهلي أكيد بتختلف والطموحات بتختلف والدوافع بتختلف سواء للريال لأنه عايز يعمل بطولة في الظل التصاع الفورد بينه وبين برشلونة في الدور الأسباني تلما النقاط فعايز يعمل بطولة زي كأس العالم عشان يبقى حافظ ليه لما يرجع الدور الأسباني يكمل في المنافسة مع برشلونة وفي الأهلي أكيد في دوافع وتحديات تكثيرة جداً لكن مش محتاجين نتكلم عن الدوافع كل لعب عارف إيه المطلوب منه كل لعب عارف الهدف المرجو من هذه المباراة مش محتاج تحفظ ولا تتكلم كتير المباراة تتحدث عن نفسها طيب بقرة أول مؤتمر صحفي في كأس العالم للأندية الناس تقول لي ما كانت فيه لقاءات في التدريبات الأخيرة وتصريحات للشناوي والكولر لا كولر والشناوي بقرة هيكونوا في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهل وراء المدريد وتبقى لللوايح المعدة من الفيفا المؤتمر الصحفي اللي بيكون من خلال الستيج برعاة الفيفا وشعار الفيفا بيبدأ من الدور نصف النهائي التصريحات التي قدلت بها الأجهزة الفنية واللاعبين على هامش المران كان اتفاق ودي بس انت بتصرح قبل المباراة 24 ساعة احتراما بس لوسائل إعلام ولكن المؤتمر الصحفي الرسمي سيبدأ من اليوم النهاردة المؤتمر للهلال والفلامينجو هيتعامل فيه طنجة وبكرة المؤتمر للأهل والريال وهيتعامل فيه الرباط ويمكن المؤتمر هيحضره من الأهل كابتن مارسل كولر المدير الفني محمد الشناوي كابتن الفريق والمؤتمر هيكون معاده في الواحدة اللي ربع زهرا بتوقيت القاهرة عشان كل الناس بتأكيد تكونوا حريصة على مطبعته وهيكون فيه حضور كبير جدا لوسائل إعلام المحلية والعالمية طيب الآهل النهاردة أغلق تدريباته الصورة اللي انتوا شايفينها دي النهاردة في الرباط ده تدريب مغلق كان مسموح بس للقناة الأهلي وللموقع الرسمي والسوشيال ميديا الرسمية للنادي الأهلي يبتل تقت بعض اللقطات الخاصة بالتدريب وأول ربع ساعة تحديدا يعني لكن بشكل عام ما كانش فيه أي وسيلة إعلامية أخرى تقل لي تعليمات مارسل كولر لأن بكرة أكيد أول ربع ساعة من التدريب هيكون مفتوح لكل وسائل الإعلام بكرة الفريل الأول هي أدي مارانو الرئيسي استعدادا لمباراة الريال الساعة تسعة بتوقيت القاهرة وهذا نفسي توقيت معاد المباراة ما بين الأهلي والريال يوم الأربع والتدريب بكرة حسب الأخبار اللي معايا هيكون على ملعب مولايا عبدالله وأعتقد ده يمكن أول تدريب للأهلي هيكون على الملعب اللي بيستضيف المباراة